لكن في الوضع الرهن الأولوية كان المفروض ممكن تكون الأولوية للزمالك إذا ما كانش عنده بداية للناس دي تمام على مستوى الأندية في الدوري الممتاز نبدأ بالأهلي نهار دا لعب أول مباراة ودية تحت قيادة مارسيل كولر خمسة واحد قدام بتروجيت بعد نهاية أكيد ليست هي الأفضل أو من أسوأ نهايات الأهلي على مستوى مواسمه عبر التاريخ شفت إزاي اللي حصل في نهايات الموسم وشفت إزاي ما يحدث الآن بتعيين مارسيل كولر كابتن طبعت يعني أنت روحت ولا جيت النادي الأهلي قيمة ما أحدش يقدر ينكرها نادي الزمالك فجئنا أنا معلش نادي الزمالك فجئنا في الموسم اللي فات بأداءه ونتيجه وحصوله على البطولة في ظل الظروف من أصعب ما يمكن إنها تمر على نادي بيبحث عن بطولة إنما تمر على نادي متواجد في نص الجدول في المربع يمكن إنما يبحث عن بطولة ويحققها كان شيء إلى حد جوان كان فييرا له 80% 80% على الأقل من الدور أخينا في الزمالك خلينا مش هروح للأهلي خلينا بقى في الزمالك بأنك بلاتك بي خالص تدير كما تشاء الأمر حضرتك فريرا يعني إيه اللي عملوا؟ إيه اللي ممكن يكون عملوا علشان الظروف القاسية جدا دي ياخدها فريق وياخد بها دوري عادي وكاس بداية من أكتر المواقف اللي نجح فيها إنه يقنع إدارة نادي الزمالك إنها تبعد عن الفرقة هو أقنع المستشار رئيس نادي الزمالك مرطالة منصور إنه يبعد عن الفرقة هو مجلس الإدارة وأن يترك الأمور إلى أمير بصفته الرسمية كمدير رياضي أو منصف أو مشرف أيا كان فبقى فيه فرض هو اللي بيتعامل مع فييرا فييرا مالوش علاقة بمجلس الإدارة المجلس بعد عنه فرض إيدي على الفرقة وفرض شخصيته على التيم لأن النادي الزمالك فيه بعض الأفراد أو بعض اللاعبين اللي سيطرة عليهم قد تكون مش سهلة هو قدر يسيطر وقدر يفرض وقدر يسيطر على قدت اللبس قدر يبحث تحت في قطاع الناشئين عن الناس اللي ممكن تضيف للفريق الأول وصعدهم وكان عنده من الجرأة إنه ياخد قرار بمشاركتهم على حساب أسماء لا أمل حاجات كتيرة إلى حد كبير حفظ طريقة لعب هو كان عنده قناعة بيها مية في المية وبالتالي يعني لما الكلام ده كله يتم ويكون هناك توفيق في النتائج يوصله للبطولة فأكيد لازم نقدره مع التتويق باللقب هل الزمالك عمل موسم انتقالات جيد؟ أو كيف تقيمه؟ كابتن طلع الضم لو عايز تتكر السفقات إبراهيمة؟ أنا مش متابع السفقات بشكل عام تمام أوكي بشكل عام مش متابع السفقات هو طب في ضوء اللي أنهى عليه الزمالك الموسم كان محتاج إيه؟ في الموسم على مستوى الانتقالات لا محتاج يعني هو مش عمر السعيد كفروت عمر السعيد ماشي ترجمة نانسي قنقر